أرجوك يا جماعة ما تستغربوش لما تلاقوني هكلمكوا في موضوعات عامة و غريبة لكن هي دي أسئلة الناس وهو ده القلق اللي بيصيب الناس و عشان كده احنا عايزين لما نتكلم في الطب نتكلم في الحاجات اللي بتوذيل المخاوف اللي عند الناس و تطمنهم الناس كتير قوي قوي بقولوا احنا بجي لنا دوخ ايه أسباب الدوخة أسباب الدوخة دي كتير قوي قوي ممكن تبقى حاجة في المخ و في شرين المخ و ممكن تبقى حاجة في الفقرات العنقية بتاعة الرقبة و ممكن تبقى حاجة توطر و حالة عصبية ممكن قلة النوم ممكن منبهات كتير قوي ممكن تدخين كتير قوي و فيه امراض في القلب بتعمل دوخة اكتر حاجة في القلب بتعمل دوخة ان يبقى فيه ضيق فيه صمامات القلب ينتج عنها ان كمية الدم اللي خارجة من الصمامات دي مش وصلة كويس للمخ فتعمل شوية دوخة و قد تصل الى درجة الغيبوبة ان انا غيبوبة لسواني ويفقد الوعي ويقع مع المجهود مع المجهود جاي بيجري ولد بيجري في الفصل بيلعب مع صحابه في الفسحة و بيجري في الفصل ام وقع في الارض لا يبقى ده احتمال يكون عنده دي في احد الصمامات قلل وصول الدم للمخ وعمله الاغماء دي في بعض الاطفال بيولد بقافة خلقية في القلب التدخم في عضلة القلب يعمل التدخم ده بيعمل ايه ديق في مخرج البطين الايصر ومع المجهود او حتى من غير المجهود ممكن يعمل له اغماء دوخة و اغماء الانيميا تعمل اغماء انخفاض ضغط الدم يعمل اغماء فاسباب الدوخة كتير او 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 اهم حاجة في القلب الطراب نظم القلب انخفاض ضغط الدم ضيق في احد صمامات القلب او ضيق في مخرج البطين الايصر ده اكتر اسباب لها علاقة بالقلب لكن مش كل دوخة سببها القلب اسباب الدوخة كتير جدا ومعظمها بيبقى انيميا او ضعف او او توطر وقلق وقلت نوم وموبايل كتير وتلفزيون طول الليل والاطفال او الشباب اللي بيقلبوا النهار الليل والليل نهار صهرانين طول الليل على الميديا ونيمين طول النهار اضطراب نظم النوم ده يا جماعة بيؤدي الى دوخة وبيؤدي الى اضطراب في الحالة الصحية او للمخ وشرين المخ وللقلب هو ده جاس كهرباء القلب يبقى اتجنب الدوخة ازاي اكل كويس اشرب سويل كتير جدا انام بانتظام اقل للحاجات اللي فيها كافين او امنعها نهائيا امتنع نهائيا عن التدخين ونظم نومي ونظم غزائي كل حاجة تبقى كويسة وخلاص لكن مش كل دوخة لها سبب القلب فبرضي دي حاجة حضرتكو تبقوا متطمني منها وسلامتكو ألف سلامة